لا يجوز إدخال أي تعديل على موعد إجراء الانتخابات التشريعية القادمة في العراق. هكذا جاءت فتوى المحكمة الاتحادية لتقطع الطريق أمام محاولات بعض القوى السياسية تأجيل موعد الانتخابات. فتوى المحكمة الاتحادية جاءت بعد كتاب أرسله إليها رئيس البرلمان طالباً إبداء الرأي الدستوري بشأن تأجيل الانتخابات من عدمه. لا سيما بعد فشل مجلس النواب في حسم الأمر ولجوئه إلى تأجيل جلسة التصويت لأكثر من مرة. غير أن ملامح الأزمة السياسية لا تتضح فقط في الخلافات بشأن موعد الانتخابات. فكثرة الكتل المتنافسة وحالة الانقسام بين الأحزاب والكتل السياسية بل والتشضي داخل الكتلة الواحدة أمر بات يعصف بالتحالفات الانتخابية. فمفوضية الانتخابات أقر الدخول مئتين وخمسة من الأحزاب والتيارات السياسية إلى ساحة التنافس الانتخابي. دخل مئة وثلاثة وأربعون منها في تحالفات بلغ عددها سبعة وعشرين تحالفاً عند انتهاء موعد التسجيل لدى المفوضية في الحادي عشر من الشهر الجاري. أما عن حالة التشضي والانقسام فحدث ولا حرج. فحزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي أثر المشاركة بقائمتين منفصلتين بعد أزمة داخلية قرر معها حيدر لعبادي الدخول بقائمة منفصلة تحت اسم تحالف النصر والإصلاح. وهو التحالف الذي لم يلبث أن تعرض لتصدعات أفقدته عدداً من أعضائه، إذ انسحب بعض ميليشيات الحشد منه كمن سحبت من التحالف كذلك كتلة منتصرون. ميليشيات الحشد من جانبها قررت المشاركة عبر اتلاف الفتح الذي يضم ثمانية عشر كياناً تابعاً لها أبرزها ميليشيا بدر والعصائب وغيرهما. مشاركة طالما رفضها لعبادي مؤكداً عدم جواز المشاركة السياسية لمن يحملون السلاح. إلا أنه تراجع وتحالف مع بعض هذه الميليشيات، الأمر الذي يرسم صورة ضبابية للعملية الانتخابية ومخرجاتها المستقبلية وأثر ذلك على مستقبل العراق.